اهلا بكم من جديد جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للمنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى تتمكن من الاستمرار في عملها يأتي ذلك في وقت قال التحالف العربي إن منظمات إغاثية في اليمن بدأت بإخلاء موظفيها من صنعاء بسبب انتهاكات المتمردين صنعاء ليست البيئة المناسبة للأعمال الإغاثية والسبب انتهاكات ميليشيات الحوثيين لذلك بدأت المنظمات الإغاثية والإنسانية بإخلاء موظفيها من العاصمة اليمنية رغم أن التحالف العربي سبق وطلب منها البقاء في صنعاء لأن ميليشيات الحوثي ملزمة بحمايتها وفق القانون الدولي الإنساني لكن ذلك لم يحدث فانتهاكات الميليشيات الموالية لإيران لم تطل منظمات الإغاثة فحسب بل تعدتها إلى هيئات ومنظمات وشخصيات مدنية وسياسية ومجتمعية والنصيب الأوفر كان بحق قادة ومؤيد حزب المؤتمر الشعبي العامة انتهاكات تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب واقتحام البيوت وتفجيرها إضافة إلى الفصل من العمل بمؤسسات الدولة التي تستحوذ عليها ميليشيات الحوثية لذلك جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى تتمكن من الاستمرار في عملها وتسيير القوافل الإغاثية بعيدا عن تدخل ميليشيات الحوثيين في أنشطتها وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتحة أكد التزام الحكومة بتوفير كل الضمانات اللازمة لعمل المنظمات وقيمها بمهامها وفق المغايير والاتفاقيات الدولية مشيرا إلى أن تدخل الميليشيات في أعمال المنظمات الإغاثية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية في عدة محافظات وفي مقابلة مع سكاين نيوز عربية قال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح أن الحكومة الشرعية ملتزمة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية من عدن نحن أكدنا مرارا على أهمية انتقال موظمات الأمم المتحدة وراءاتنا المواقفة عدن والحكومة ملتزمة بتوفير كل وسائل الضمانات اللي عملها وفق الاستفاقية الدولية لكن للأسف الشديد استمرت هذه الموظمات بأن المركزين نعديناها بلا مركزية المغاية لحيث تتعامل من هذا المدى وهو من أنجح المبادئ بالعمال الغافي اليوم نعود معيد النجاة وندعو المجتمع الدولي للضغر على الميليشيات المسلحة بالانتزام بالقانون هناك الآن احتجازات غير قانونية هناك مارسات اهدامات لكثير من المواطنين هناك تضييب عام في وسائل حياة المختلفة معنا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ أهلا بك سيد نبيل رغم أن الظروف والبيئة غير مناسبة لعمل المنظمات الإنسانية اتهاكات مباشرة تمارس بحقهم على امتداد الأزمة اليمنية لماذا تأخر انتقالهم إلى عدن ما المبررات التي يرددونها بداية نساء الخير لطالما كان حديثنا متواصلا وبرسائل مستمرة مع المنظمات الدولية سواء العاملة في المجال الإنساني أو العمل الإغاثي بالإضافة للمنظمات العاملة حتى في المجال الحقوقي كانت هذه المراسلات الدائمة مع هذه المنظمات الدولية تدعوها وفق عدة مبادئ ووفق الأسس المتعارف عليها والمتبعة دائما في ضرورة أن تكون متواجدة إلى جوار الحكومة وهو العرف الدولي المتبع في التعامل لعمل المنظمات بشكل عام الجانب الآخر أننا كنا نقول ونوضح كثيرا أن صنعاء تعتبر في حالة غير آمنة وهو ما يجعل هذه المنظمات تحت ضغوط وممارسات لا إنسانية لهذه المنظمات لهذه الميليشيات الموجودة في صنعاء النقطة الثالثة كنا كما أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة والأخ وزير حقوق الإنسان لطالما قدموا أنهم على استعداد كامل عبر الحكومة اليمنية لتوفير كافة الاحتياجات والمتسلزمات طيب هذا الأمر واضح سيد نبيل لكن ما الرد الآن من هذه المنظمات في ظل هذا التحدي حتى النقاط الثلاثة مهمة جدا ومعروفة أصبحت لكل من يتابع الشأن اليمني لكن السؤال الأساسي لماذا لا تنتقل في ظل أصلا تحدي أمني وعرق العملها لهذا الأمر هناك شقين يجب أن يكون واضحين الآن في هذه اللحظة أولا أحب أن أسوق لك والأستاذ المشاهدين أن هناك معلومات وصلتنا عصر هذا اليوم من الأخوة من وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هناك عدد من المنظمات الدولية وافقت مؤخرا أو وافقت اليوم على الانتقال إلى العاصمة عدن أو على الأقل نحن كنا طبعا لا نريد فقط انتقالها هي إنما انتقال المراكز الرئيسية مراكز صنع العمل التخطيطي والاستراتيجي لهذه المنظمات في حين يكون لها فروع في مختلف المحافظات ومن ضمنها صنعاء لأن وجود بالذات المنظمات الإغاثية في صنعاء مهم نحن نقول أولا الشقة الأول الذي هو يعتبر شيء مبشر ما علمناه اليوم من قبل الزملاء في وزارة التخطيط بقبول عدد من المنظمات وسيصلنا إن شاء الله حصر بهذه المنظمات التي وافقت على التواجد في العاصمة عدن وبالمقابل سيظل العمل مستمر مع بقية المنظمات الدولية الأخرى التي نتمنى أن تكون موجودة أيضا في عدن خلال الفترة القادمة الشقة الآخر أيضا ما زلنا رغم هذا الوضع السيء لكن هناك منظمات مثل مثل منظمة الصليب الأحمر منظمة الصحة العالمية هذه منظمات في ظل الوضع الكارثي الموجود في صنعاء بالتأكيد نتمنى أن يظل لها أمكانياتها وأدواتها للعمل على الأرض وخصوصا مع ما تمارس من انتهاكات بشعة يعني هؤلاء يتصرفون بطريقة جماعة جماعة إذا خاصة ما فجر وبالتالي فهم يستهدفون الآن كل قيادات المؤتمر الشعبي العام أو كل ما يموت لهم بصلة وهو ما لا نتقبله وخصوصا ونحن ندعو اليوم في إطار الحكومة اليمنية لإنشاء تحالف سياسي واسع يحقق مخرجات الحوار الوطني ويكون ضمانة لعملية المرحلة الانتقالية القادمة بعد انتهاء العملية العسكرية والوصول إلى ما نريد لكنك لم تجب على سؤالي في مسألة المبررات وكيف تنظرون إليها ما واقعيتها حقيقة سيد نبيل أشرت أكثر من مرة في لقاءات متعددة أن هذه المنظمات تتعامل مع مراسلاتنا الرسمية بهذا الخصوص طيلت سنة ونصف بأسلوبين أما الأسلوب الأول بعدم الرد أحيانا وأحيانا بالتسويف أو وضع مبررات واهية على طريقة أن عملية الانتقال هي عملية مكلفة وخصوصا وأن هذه المنظمات قد كونت مكاتب رئيسية لها في صنعاء طيلت فترات طويلة مثل عشرين سنة وبالتالي في التواجد في عدن يحتاج لقضايا ترتيبات هل انتقالهم إلى عدن يعيق بالفعل وصولهم إلى المناطق أخرى الآن بعيدة كصنعاء يعني إذا منتقلوا هناك إلى عدن العاصمة المؤقتة على الإطلاق على الإطلاق حتى المبرر الذي وضعوا في بعض المرات أن أيضا الحالة الأمنية قد لا تكون بنفس المستوى الذي يريدونه كضمانات لكن الحكومة قدمت لهم ضمانات متعددة على مستوى الاحتياطات الأمنية بإغلاق منطقة خرمكسر في عدن بحيث تكون آمنة تماما لعمل هؤلاء ولتواجدهم اثنين أن الحكومة تعهدت بأنها مستعدة للعمل المتواصل معهم لوضع مسارات آمنة لخططهم الاستراتيجية وخططهم التشغيلية وخططهم التنفيذية بحيث يضمنون أن كل الخطط التي سيضعونها مع الحكومة ستكون آمنة وتصل إلى كل المستهدفين بشكل صحيح وسليم في ظل كل ما قمتم به عشرات المرات طرح هذا الأمر دعوات جادة وتوضيح لأن الأمور الأمنية اللوجستية ستكون متوفرة تحليلك للأمر عن كثب سيد نبيل لماذا بالفعل هناك دائما عدم رد أو تسويف من قبل مثل هذه المنظمات رغم أن الجهد سيكون أفضل إذا منطلق من هذه المناطق تحت مظلة الشرعية في أتقادي أن لهذا الموضوع سببين رئيسيين أو هكذا يمكن تحليل الأمر السبب الأول وقود عناصر موجودة في هذه المنظمات الدولية تعمل لأجندات أحيانا تعمل في أجندات تساعد الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا وقوع بعض المنظمات تحت تأثير منظمات محلية تابعة للميليشيات بشكل أو بآخر هذه الجوانب هي ما تجعل هذه المنظمات لديها اعتقادا بأنها تستطيع أن تحقق عملا متميزا من خلال تواجدها إلى جوار هذه الميليشيات وإلى إطار ليس هناك هامش للشرعية لتغيير هذه السياسات هذه القناعات هذه الشخصيات سيد نبيل لليمن وأيضا عمل الإغاثة فيها بالتأكيد كان لنا دور كبير خلال الفترات الماضية وربما لا يعلم المشاهد الكريم أنه تم بعد يعني من خلال مراسلات ومن خلال ملفات قدمتها مثلا وزارة حقوق الإنسان والجهات الحكومية تم تغيير بعض القيادات لبعض المنظمات الدولية لأنها بالفعل اتضح أنها تعمل بشكل مخالف لما يجب أن يكون عليه عمل هذه القيادات التي يجب أن تلتزم بمعايير عمل الأمم المتحدة ولذلك حصلت بعض التغييرات هذا لا يعني أنه أيضا هناك منظمات لديها وعي جيد بالتعامل مع الحكومة وكانت قريبة مننا كثيرا وبالفعل حققت نتائج إيجابية كثيرة لكن كانت دائما هناك بالمقابل منظمات أو هيئات بعضها ليست تابعة للأمم المتحدة تقع تحت طائلة تقارير مغرر بها أو تقارير قادمة من قبل منظمات محلية تهدف للعمل مع هذه الميليشيات نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك نقاشنا حول اليمن متواصل معكم فاصل قصير نتابع من بعد تطورات العمليات العسكرية لقوات الشرعية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية ونقاش بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر